لو انا جبت بقى compound proposition زي اللي قدامنا ده وقلت لك كون لي التروس table بتاعه عشان اكون التروس table بتاعه يبقى انا لازم اطلع ناتج للحزبة النهائية دي فالاول علشان اقدر اعمل كده هروح ابص على compound proposition كله على بعضه كده واشوفه بيحتوي على camp proposition بيحتوي على camp proposition فعتروح تبص ادي بي كيو بي كيو فتقول اربعة الكلام ده من الصح وما الايه الصح قال لي ان البروبوزيشن اللي اسمه بي طالما هو خلاص اسمه بي وانت استخدمته ان شاء الله تستخدمه مئة مرة هو يعتبر بروبوزيشن واحد اللي هو اسمه بي والبروبوزيشن اللي اسمه كيو هو ده بروبوزيشن تاني هو استخدمته بقى هنا مرتين استخدمته عشر مرات هو برضو بروبوزيشن واحد اسمه كيو يبقى اذا المسألة دي بتاعتي كلها او الكمباوند بروبوزيشن بتاعي ده كله مفيش فيه غير توب بروبوزيشن بس اللي هما البي والكيو وانه لو واحد عدع يقول واحد اتنين تلاتة اربعة لا الكلام ده من الصح انا بعد الاختلاف ان فيه بي وفيه كيو يبقى اتنين لو عندي بقى فيه بي وكيو وار يبقى فيه ثلاثة لو فيه بي وكيو وار واس يبقى اربعة وهكس يبقى انا نمر واحد لما اجي حل السؤال زي ده احدد عدد البروبوزيشن اللي ايه اللي موجودة عندي في السؤال فانا احددتهم دلوقتي اللي هما اتنين اروح بقى اكون ما يسمى اعمل ايه قال لي تروح تكتب البي والكيو زي ما تعودنا مع بعض تمام بقى معاه دلوقتي البي والكيو واحتمالاتهم الاربعة وعرفت منين اللي هما هيبقوا اربعة لان شفت كام احتمال للواحد وديها دايما اتنين على باور عدد البروبوزيشن اللي هو اتنين فيديني كام فور بروبيلت طب تعالوا بقى نطبق الايه نطبق الكمباونت البروبوزيشن ده عشان نجيب النتيجة دي مش هنجيبها كده مرة واحدة هنجيبها على خطوات او على مراحل نمر واحد نروح نشوف الكيو اللي هي نط الكيو مش دي اللي هي بنقول عليها نط نط الكيو انا عندي الكيو بتقول ايه ترو فولس ترو فولس يبقى لو انا حبيت اجيب نط الكيو هجيب ايه قال لي بتاعكس الترو هتبقى فولس الفولس هتبقى ترو الترو هتبقى فولس الفولس هتبقى ترو يبقى اجي نط الكيو طب بعد كده هروح اجيب البي او نط الكيو يبقى انا عايز اجيب الكوز ده كده اللي هو يعتبر بالنسبة لي هنا الهايبوسيس بتاع الايه السهم ده بداية السهم ده وانا عارف ان السهم ده معناه ايه السهم ده اللي هو او اي اسم المسميات اللي احنا قلناه. يبقى بي اور كيو اور نوت كيو عايز اجيبه يبقى انا جبت نوت الكيو اعمل ما بين او اور ما بين النوت الكيو ما بين البي فين البي ادي البي وفين نوت الكيو ادي نوت الكيو انا عايز اجيب الاور ما بين العمودين دول العمود ده يبقى التركيز هنا يا جماعة على العمود ده والعمود ده. طيب هنقول الاولاني يبقى الاول بس نشوف انه نكتب ده كده اهو ادي العمود الاولين اللي هو البي وادي العمود التاني اللي هو النقط الكيو لما نعمل الور ما بينهم هنقول true or false true or false يبقى true طالما في واحدة منهم true خلاص طب true or true تمام true برضو واحدة true اول اتنين true تمام انما هنا بقى بص معي على النقطة التالتة دي false or false هيديني ايه false هنا بقى false or true يبقى true يبقى باخدها واحدة واحدة كده وبعمل الور اوبريتور ما بين الايه ما بين العمودين دول تمام انت لو معاك حاجة ممكن تداري على العمود ده ايه على العمود ده كده عشان ما تلاقبطش نفسك تمام بعد ما كده جبت الايه بي ار نوت الكيو اللي هو يعتبر الايه الجزء ده كده تعالوا نروح بقى نجيب الجزء التاني ده اللي هو بي اند كيو فاحنا دلوقتي جبنا بي ار نوت كيو هنروح نجيب بقى البي اند كيو يبقى تقول هنا and ما بين البي وما بين البي يبقى كينك مش شايف دول خالص دلوقتي كل شغلك على اول عمودين متعمل ما بينهم and كينك بتعمل هنا and وهنا and وهنا and وهنا and فكينك بتقول true and true دي الحالة الوحيدة اللي بتدي true انما بعد كده true false false true false كل ده هيبقى false طيب بعد ما حددت true false 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 دوت البي اند كيو تبتدي بقى تطبق الايه الامبلايز ده يبقى البداية بتاعتي اللي هي دي هنا وامبلايز للنهاية بتاعة الكونكلوجن اللي هي دي يبقى كأنك بتتحرك من العمود ده للعمود ده بالسهم ده كده فلما تيجي تقول من true ل true تمام true من true ل false لأ ده الحالة دي كده ايه ما تنفعش هي دي الحالة الوحيدة اللي بتديك false اللي يبدأ من true روح ل false إنما من false ل false تمام true ومن true ل false برضو هيبقى ايه false يبقى انت تبقى عامل في حسابك إن الامبلايز أو السام ده بيدي كله true معدق حالة واحدة بس اللي بتبقى بدقة من true رايحة لايه رايحة الفولس دي الحالة الوحيدة اللي بتديك ايه false جميع الحالات التانية بتديك true فعتلاقي في النهاية طالع عندك ايه true false true false هو ده true stable أو true values اللي انت عايز تجيبها اللي ايه لل compound proposition اللي كان جايلك في السوق طب بمثال اللي فات ده احنا حلناه مع بعض كده بس ممكن حد يسألني مثلا يقول لي هو انت ليه بدأت بالnot ما بدأتش ليه بالand ما بدأتش ليه بالor يعني ايه اللي خلاك تبدأ بالترتيب ده يعني عارفين لما نقول يا جماعة كده مثلا two plus three times five فلو واحد جاي حل السؤال دوت وقال انا هحلها كده اتنين زي الثلاثة خمسة times five يبقى equal twenty five هقوله اللي جاي بتاعتك دي ايه خطأ ليه خطأ قال لي لان انت بدأت بالجمع لانت مشيت كده بالترتيب بس انت في عندك ما يسمى الpriority تمام الpriority بتاعي كان بيقول ان الضرب هو اللي مفروض تبدأ بيه مش الجامع تمام يبقى انت كان المفروض لما تحل السؤال ده بقى صح يبقى ده كده غلط كنت تروح تضرب الاول three times five يبقى fifteen وبعدين تجمعها على الاثنين فكاينك هتطلع الاجابة ايه 17 ده اجابة مختلفة اه بس الاجابة دي صح انما الاجابة دي غلط ليه علشان فيه اولوية فيه اولوية في الترتيب نفس الكلام في الـ operators بتاعتنا او logical operators بتاعتنا فيها لها اولوية برضو تمام اول اولوية بتيجي المين يا جماعة للناجتشن او للنط وبعد كده الاند بعد كده ال or بعد كده ال implies او ال condition بعد كده ال by conditional يبقى ده ده ايه ديه الاولوية بتاعتنا ودية اللي احنا مفروض نتبعها طبعا لو عندنا اكواس بنروح نبدأ بالاقواس يعني الاقواس يعني لو انت جيت هنا وقلت 2 plus 3 وحطيتك في كوس كده وبعدين ضربت كده في خمسة يبقى الاولوية بتاعتك هتبقى للكوس هتروح تعمل مداخل الاقواس الاول يبقى هتجمع هتبقى كده في الحالة دي كده ايه في الحالة دي الاجابة بتاعتك صح ليه لان وجود الاقواس هو اللي ادى الاولوية للجامع عن الضرب نفس الكلام هنا وجود الاقواس برضه هو ممكن يغير الايه الاولوية بتاعت الحاجات دي طيب لو جينا اخدنا مثال تاني زي ده عايزين نعمل له برضه فالتروس تيبل عشان نطلعه يبقى محتاجين نشوف فيه هنا كان بروبوزيشن بي كيو ار يبقى عندي 3 بروبوزيشن يبقى اقول 2 باور 3 يبقى عندي كم احتمال يبقى عندي 8 احتمالات يبقى لما اجا اكتب الجدل بتاع يبقى عندي بي وعندي كيو وعندي ار وتحتهم هنا ايه 8 احتمالات ايه تعمل 8 صفوف كده ولما تيجي تكتبهم تعملهم ازاي البي هتبقى 4 صح و4 غلط والكيو اتنين 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 والار واحدة 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 فتلاقي نفسك طلعت التمانية المختلفين دي طريقة سهلة علشان تقدر تطلع التمن احتمالات المختلفة ل3 بروبوزيشن طب عشان التنين نشتغل بقى في المثال ده قال لي فيه عندك اكواس قال لي ايه يبقى تروح تطبق اللي جوه الاكواس الاول طب جوه الاكواس لقيت فيه عندي اند وفيه عندي النيجيشن اطبق مين قال لي لا النيجيشن يسبق وبعدين الاند وبعد ما تخلص الكوز ده ترجع تعمل اخر اوبريتر اللي هو الايه الامبلايز اللي موجود برا يبقى انا دلوقتي هعمل جدول الجدول بتاعي هيبقى فيه البي والكيو والار زي ما اتفقنا هتكتب الايه البيز بتاعتهم تمام اربعة اربعة وبعدين اتنين اتنين وبعدين واحدة واحدة اهو بالشكل ده دولة التمن احتمالات بتوعي وابقى عارف ان انا بعمل الجدول بتاعي 8 من اول السؤال وعارف ان هم 8 ومتأكد لانه هم 3 بروبوزيشن بعد كده بقى انت عايز مين الاول قال لي نوت الكيو نوت الكيو يبقى تروح على العمود بتاع الكيو وتنفيه تعمل له نيجيشن يبقى كل ترو هنا تتحول هنا فالس كل ترو هنا تتحول هنا فالس وهكذا اهو يعني هتبقى ايه فالس فالس ترو ترو فالس فالس ترو ترو وبعدين هتروح بعد كده تعمل اند ما بين البي وما بين نوت الكيو يبقى دي العمود بتاع البي اهو وهي دي عمود النوت كيو اهو كأنك بتعمل اند ما بين يبقى اشتب على ده خلص كده كأنه مش موجود معاك وبتدي اشتغل مع العمودين الاول والرابع عشان تجيب الاند الاند دي ما بتطلعش ترو لما يكون اللي اتنين ترو يبقى اذا كل ما تشوف كلمة فالس في اي حتة يبقى عطول فالس وتمغم لما تلاقي ترو يبقى هنا ترو هنا ترو تماه هنا ترو هنا ترو تماه فالس فالس لأ خلاص طالما فيه فالس خلاص هنا فالس فالس يبقى خلاص فالس يبقى فيش غير حالتين بس اللي ترو اللي هم كانوا اللي اتنين هنا ترو واللي اتنين هنا برضو ايه ترو في نفس الوقت فهتلاقي الحالة الوحيدة او الحالتين اللي بيدوب ترو هي لما بيكون اللي اتنين ترو طيب بعد كده هنروح لآخر جزئية بقى وهو ان احنا نبتدي نشغل ايه الامبلايز او الافزين ده اللي احنا عملنا دلوقتي الكوس اللي هو الهايبوسيسيس بتاعنا اللي هو ده جبنا العمود بتاعه والار هو يعتبر الكونكلوجين بتاعي اللي هو العمود ده فس خلي بالك ان السهم دلوقتي رايح من هنا في اتجاه الار يعني طالع من العمود ده في اتجاه ده عشان ما تلغبطش نفسك ممكن تعمل حاجة ممكن تجيب هنا الار تكتبها مرة تانية يعني تكتب هنا الار كده وتزود الار هنا تنقلها يعني تبقى true false true false نبنقل دلوقتي الار زي ما هي true false true false يعني نقلت الار بدل ما هي هنا كده تانية عشان امشي مزبوط يعني امشي كده امشي مزبوط فعبتدي اشوف بقى الامبلايز دوت بيدي true في كل الحالات معادة الحالة اللي بتبقى بدقة من true رايحة false هي دي الحالة الوحيدة اللي بتبقى false فلو جينا بصين هنا هنلاقي ايه false ل true false ل false كل ده true طبعا true true من true ل true برضو true انما من true ل false اه دي الحالة الوحيدة هي اللي بتدي ايه هتديك false ومن false ل true طبعا طالما بدقة ب false خلاص هي بقى true وانت مغمد عرفت ان هي ايه true ويبقى انت كده ايه طلعت كل true معادة واحدة بس false اللي هي كانت بدقة من true رايحة لايه رايحة ل false طيب اه لو احنا جينا نتكلم على ال bit operations ايه هي ال bit ال bit هي في الكمبيوتر بيتعامل مع binary number binary number بيكون عبارة عن two values بس هما صفار واحد او صفر واحد ال two values دولت هما اللي بيستخدموا الكمبيوتر لان الكمبيوتر بتاعك ويعتبر electronic device فيشتغل بالكهربا فهو يعتبر بالنسبة له عنده كهربا او ما عندهش كهربا on off on off on off دي بالنسبة له هي الصفر والواحد الصفر والواحد فدايما هتلاقي كل الديتا اللي موجودة على الكمبيوتر واللي بتعامل معاها الكمبيوتر هي عبارة عن صفار واحد اللي هي بتتحول في النهاية لنبضات كهربائية سواء الصفر ويعتبر off والواحد يعتبر on او العكس فده اللي احنا بنسميها ال pet يبقى ال pet هي تعتبر الصفر او الواحد يا صفر يا واحد دي اللي احنا نعليها ال pet ودي اللي احنا بن represent بها ال information بتاعتنا طيب الزاي ان احنا نحول ما بين logic وما بين ال pet operators قال لي انت عندك true value اللي هي اسمها true او true هتبقى بالنسبة لك انها واحد وال false بالنسبة لك انها صفر هو ده التغيير الوحيد اللي موجود يعني انت لو جيت دلوقتي تقول انا عندي two variables x و y وال values بتاعتهم عايز تكتبها هتعمل ايه بدل ما كنت هتقول مثلا true true او false false true true false true فلس true فلس true لقى هتكتب بدلها صفار واحد تمام يبقى الصفر ما كان false والواحد ما كان true يبقى كأن هنا بقى عندك ايه zero zero one one zero one zero one او ممكن تقول one one zero zero one zero one zero ما هم يعني في النهاية اطلع برضو اللاربع احتمالات هم هم اللي كنت بتطلعهم لل b وال q ولكن هنا انت خلتهم بالصفر والوحيد ال operators نفسها احنا كنا قلنا ان دي هي ال or و دي هي ال and و دي هي ال exor او الexexor هو بقى بدل ما بتكتب العلامة دي بتكتب or بدل ما بتكتب العلامة دي بتكتب كلمة and بدل ما بتكتب العلامة دي بتكتب كلمة exor كمام و في البرامج بقى اللغات البرمجة المختلفة بتبتدي ان انت كل حاجة بيكون لها ايه ايه طريقة في الكتابة بتاعت في النهاية نفس القاعدة اللي انت عارفها هي هي اللي انت مماشيها كل الاختلاف الوحيد اللي موجود وهو ان ال force اصبحت zero و true اصبحت one هو ده الاختلاف الوحيد اللي موجود يعني لو جدتول انا عايز اجيب or ما بين الزيرو والزيرو هيبقى zero ما بين الزيرو والوان هيبقى one ما بين الوان والزيرو هيبقى one ما بين يبقى تمام يبقى الحالة الوحيدة اللي بتديك zero لما يكون لاتنين صفار الان للحالة الوحيدة اللي بتديك واحد لما يكون لاتنين وحيد اللي بقى كل صفار والexor زي ما قلنا في حالة التشابه بيدي صفر في حالة الاختلاف بيدي واحد اللي هو كنا قلنا دي true true كنا قلنا دي فولس وفولس وهو نفس الكلام لما نحوله الاسفار وحيد يبقى لما نيجي نقول البيت سترينج يعباره عن ايه يعباره عن سيكوانس اف زيرو او مور بيتس يبقى عندك من اول بيت واحدة او ما فيش خالص لغاية عدد بقى زي ما انت عايز واحدة اتنين تلاتة عشرة من البيتس مكتوبة جنب بعضها اسفار وحيد تمام زي المثال ده مسلا كده 101010011 ده يعتبر ايه بيت سترينج اللينس بتاع البيت سترينج يبقى اللينس او الطول بتاع البيت سترينج ديت نقدر نحسبها ازاي هنطريق عدد الايه عدد البيتس اللي موجود يبقى انت بتعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى ازا دي تعتبر من لينس ايه 9 او طول تعتبر ايه 9 طيب عشان اقدر اتعامل مع اكتر من بيت سترينج واشتغل بقى مع الاوبريترز اللي انا اخدتها زي الاور والاند والاكزور مسلا على سبيل المثال فلو جبت طوب بيت سترينج مسلا زي اللي قدامي دول ادي واحدة وادي التانية وابتديت ان انا اجيب ما بينهم الاور اوبريتر مسلا على سبيل المثال وطريقة الكتابة دي كده يعني علشان تسهلك الاراية عارف زي ما تكون رقم الكارت مثلا بتاع البنك بتاعك بتلاقيه كل اربع ارقام لوحدهم كده عشان تسهل بس على نفسك الاراية يعني او كارت الشحنة مثلا لما بتشتريه فهنا برضه المسافة دي يعني ملهاش معنى في الرياضة غير انها سهولة الكراءة بس فبتقول هنا 0 1 وهنا 1 0 1 1 0 1 1 0 ادي اول بيت سترينج وتاني بيت سترينج ايه 1 1 0 0 1 1 1 0 1 عايزين نطلع ما بينهم الاور الاور يعني ايه يعني لو كانت اي حاجة منهم واحد او الاتنين واحد بينزل واحد انما لو كانوا الاتنين صفار دي الحالة الوحيدة اللي هتديك صفر فهتلاقي كل واحد معادة قيمة واحدة بس الصفر اللي هي كانت ايه 0 or 0 دي الحالة الوحيدة اللي هتديك 0 طب الاند الاند لأ الاند لازم يكونوا الاتنين وحيدة عشان ينزل واحدة تمام فلو بسيط هتلاقي ان دي من ضمن الحالات اللي فيها وحيد ودي كمان ودي كمان يبقى انا عندي 3 وحيدة والبقى كلها يبقى صفار اهو هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد والبقى كله صفار ده بسبب ان الاند لازم يكونوا 2 bits ايه 1 عشان ينزل لي 1 الاكزور بيقول ايه لو كانوا مختلفين يبقى تمام لو كانوا متشابهين ينزل صفر يبقى لما يلاقي صفر مع واحد يرجع لك ايه واحد لما يلاقي واحد مع واحد يرجع لك صفر طب واحد مع صفر واحد انما صفر مع صفر صفر وهكذا يبقى التشابه بيدي 0 والاختلاف بيدي 1 يبقى احنا قدرنا ان احنا نطلع الورو الاند لازم يبقى المختلف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر